في إسرائيل عائلات قتل السابع من أكتوبر تقاطع كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في القدس وتتهمه بإهمالهم بعد مقتل ذويهم نتابع التغريدة والفيديو للتلفزيون العربي حول هذا الموضوع كما نتابع في هذه المشاهد عائلات قتل السابع من أكتوبر إذن تقاطع كلمة لرئيس الوزراء وتتهمه بإهمالهم بعد مقتل ذويهم كذلك الشرطة الإسرائيلية تهاجم محتجين مطالبين بإنهاء العدوان على غزة ولبنان أمام وزارة الدفاع بيتل أبيب أيضا سنتابع بعض المشاهد مما جرى تتهمهم فإذا تهاجمهم وكانوا يطالبوا بإنهاء العدوان على غزة ولبنان أمام وزارة الدفاع بيتل أبيب كما نرى في هذه المشاهد